أهلا بكم إذن الفيديو السادس للفنان محمد علي وفيه يضرب بقوة من أكثر من اتجاه ويتحدث عن الخط السحري أو الطريق السحري لأنك أنت تعمل يعني بيزنس ولكنك أنت تقب بفوق الدنيا في مصر عن طريق التحرك أو عن طريق التعامل أندر تيبل أو تحت الترابيزة زي ما بنقول عندنا في مصر يعني الفساد يعني تأكل القيادات تأكل المسؤولين عشان تمشي أمورك وأعتقد هذه اللعبة أو هذا المبدأ اللي بيستخدم فيه يعني دهاليز دولة الفساد هو ده اللي وصل مصر للقاع بينما بنشوف دول تانية دول كبيرة يعني بدأت بعدنا بكتير جدا وصلت لي مستوى كبير جدا عشان هي حربة الفساد كلمة السر في أي دولة تقدمت شوف أي دولة بصة حولي منك انظر حولك أي دولة تقدمت محاربة الفساد إذن أهم ما جاء في الفيديو السادس للفنان محمد علي الحديث عن الطريق للبيزنس عبر الاندر تيبل أو دولة الفساد أيضا تحدث على أن كل شغله في القوات المسلحة كان بيمشي تحت الطاولة أو تحت الترابيزة وتحدث أنه ربما يكون يعني تعامل مع فسدين ولكنه ليس هو من وضع قواعد الفساد وتحدث أيضا عن فندق تريامف اللي هو كرم إلهام شاهين ومجموعة من الفدانين والفنانات والراقصين والراقصات بينما الشعب بيكوح طراب والفندق اللي تبنى في منطقة غير سياحية بتكلفة تتجاوز الاثنين مليار تحدى هو السيسي أكثر من مرة أن هو يذكر الجدوى الاقتصادية منه كما أيضا تحدى السيسي عن الجدوى لمشروع الواهمي الخزعبالي تفريعة قناة السويس اللي صرف فيها عشرات المليارات من دم الشعب المصري الفندان محمد علي أيضا خاد لقطة ربما يعني لم يتناولها البعض عندما خرج علينا السيسي وتحدث عن موضوع التلاجة اللي عنده بفاش إلا مية لمدة عشر سنوات وقاعد يقسم بالله أن التلاجة قاعد عشر سنين تلاجة بفاش إلا مية فمحمد علي بلغة ابن البلد قال طب أنا عايز أعرف الفطرة الزمنية اللي أنت كنت فيها دي عشر سنين بتشرب مية فقط قلنا في الأربعينات في الخمسينات في أي فطرة زمنية هذه الفطرة خصوصا إن معروف إن اللي بيخش الكلية الحربية بتصرف عليه كويس جدا وما فيش أي حد يقدر يخش الكلية دي يعني في إشارة إن هو بيكذب وأيضا أظهر الفندان محمد علي في الفيديو السادس التناقض المريع لعفتاح السيسي وانتصار هانم اللي بتبني ثلاث فيلال في مراسي وقال الناس في مراسي شايفوا الكلام ده وعينوه وعارفين أنا بقول إيه ويعني أنت عندك أصر في المعمورة والمراسي وفيلة المخابرات كمان في مطروح على تلحق الصيفي في كل ده إزاي وتاني بنقول بينما الشعب المصري بيكوح وتراب أيضا تحدث عن ملمح أيضا جديد وعلى موضوع السيسي الشخصية الوهمية اللي بتطلع لنا أو بيصدرها لنا إن هو رجل رياضي وبيجري وإن هو بيركب عجل فقال بلاش القصة دي بلاش تعيش دور أنك أنت رياضي خالص يعني تشكيل الجسدي بتاعك والجسماني مش شكل واحد رياضي خالص وأيضا قال له بلاش تحط مكياج كتير عشان تبدو كالقمر وده عكس الواقع بالطبع خلي المكياج بس قدام الكاميرا عشان موضوع الإضاءة محمد علي أكد على اللي بدأ فيه من أول فيديو إن الحكم بين وبين عفتاح السيسي هو الشعب وقال له بلاش شغل خلي الجيم فير وبلاش شغل قفل الصفحات بتحدث أيضا الفنان محمد علي على فنكوش آخر بيتم استنزاف في ميزانية البلد بصورة مريعة جدا وهو فنكوش العاصمة الإدارية آه حاجة موجودة يعني أقصد الفنكوش أنه في الآخر يعني ليس زوج جدوى اقتصادية ولكن بذكر حضرتكم بتوشكا وبذكر حضرتكم بتفراد قناة السويس والعاصمة الإدارية اللي بيعمل فيها الكيان العسكري والأكتاجون وبالصرف فيها دوقتي مليارات أكبر مش عارف كتدرائية أكبر مسجد وطبعا الأختها أو بنت أختها في العالمين أكبر حلبة أو يعني مكان لسباق الفورمولا آه أيضا تناول موضوع مهم جدا على موضوع مدينة زويل وإن هو يعمل أكبر مدينة علمية أو أكبر جمع في العالم وبكرة تشوفه وكلام ده فهو بيكذب السيسي وقال آه روحوا صوروا هناك وعتلاقوا المدينة عبارة عن عمدان خرصانية وقت أحد أي حد إن هو يكذبني وبكده المدينة دي أيضا طلعت فنكوش جديد أخذ بس بها اللقطة ومين يحسب السيسي ده سؤالنا النهاردة اللي عن اشتغل عليه ونحن نستعرض فيديوهات آه الفنان محمد علي في الفيديو آه السادس السؤال تاني أين النائب العام اللي هو اسمه النائب العام عن الشعب المفروض ده ظاهر شعبي أين السلطة القضائية ببصلة فيه النائب العام وآآ يعني نادي القضاء والمجلس أعلى القضاء أين آآ برلمان التراطير السلطة التشريعية خمس مئة ستة وتسعين طرطور لم نسمع لهم آآ نفسا ولا حسا ولا همسا أين المتحدث الرئيس من العسكري العقيد التام الرفاعي من الهجوم الكاسح الماسح لمحمد علي وفي الآخر مصدرين آآ يعني مخبر آآ حقير من آآ أصوات أو أبواق عباس ترمطول عشان يطلع آآ يعني يعقر بالجملة زي عراء الشعر العظيم أحمد مطر ترجمة نانسي قنقر